سؤالي بعد كل الأهمية اللي اتكلمنا بها عن شخصية الرب يسوع أو عيتا بن مريم ايه موقف الناس اللي بيجلوه وبيعظموه بس بيقطيولو مقام ومقامة سوري انه نبي عظيم وليس هو الله الظهر في الجافت هاي فيه خطورة وكمان هلا الله هيحفظني على حسب الدين اللي انا بلعت فيه يعني انا كمشاهدة مثلا مسلمة اؤمن بسيدنا عيسى لانه ديني علمني كده بس لا اؤمن لا بصليبه ولا بالعقله على الصليب كمان ديني بيعرفني انه الله خفور رحيم ولا داع للصليب فيعني حتى لما بنقول انه عيسى بيعمل كل الأعمال العظيمة دي بيقولو ده بيعملها بإذن شوفي خلينا اجيبها من الآخر بالنسبة لفكر الكتاب المقدس الله لا يساوم لانه حاشة انه نستهتر حاشة انه نسخر او نحتقر شخصية الله شوفي واضح انت لما بتقرأ العهد الجديد انت بتصطدمي في شخصية يسوع المسيح اما فعلا بتكتشفي انه يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد او ترفضي لكن ما فيش اشمو اشي اسمو حل وسط ما فيش شيء اتسقاه هو كويس ونبي عظيم وطيب كل المواصفات الحلوة حتى اللي موجودة في المسيح من طبيعة ومن اخلاقيات ومن معجزات دلوقتي عم بكتبولنا بالفيسبوك ومعرفش على اي اساس بيسندوا كل هذه الامور لمحمد اللي مش مذكورة لا تاريخيا ولا قرآنيا فاذا ما بعرف من هاي المعلومات المهم اللي عاوز اقوله صح المسيح صنع معجزات لم يفعلها احد المسيح علم تعليم لم يعلمها احد المسيح عاش حياة كاملة اخلاقية كاملة ما فيش واحد بلاقي علة او خطيئة فيه المسيح فعلا في كل شيء كان كامل فاذا اقوال يسوع المسيح انت بتصطدمي لما انت بتقولي انه بس مجرد نبي عظيم ولا صانع معجزات هي اهانة اصلا ليسوع المسيحية لانه لا مسيحية بدون مسيح ولا طبعا مسيح بدون عمله الكامل صلبه وقيامته ما هياش بتر يعني لما الرب يسوع اتكلم مع المرأة السامرية المشكلة مع السامريين كانوا بيؤمنوا في الطورة في اصفار موسى الخمس اليهود الفرسيين كانوا بيأمنوا بالتقاليد كمان يعني مش بس الكتاب بالتقاليد الاباء لكن المشكلة كانت عند اليهود هو التقليد والحرفية حرفية النموس هذا اللي المسيح دانهم قال ابطلتم وصايا الله بتقليدكم فاذا انت لما ابتقى في امام شخص المسيح ما فيك تقولي نبي عظيم تتحكي على نفسك ما فيك تقولي انه اه معلم عظيم وبس فاذا اذا انت شلت الصليب من المسيحية ما فيش مسيحية لان مسيحية مش مجرد بس مع انه في عنا يعني احنا يسوع المسيح شخصيته اعظم بما اي نبي اخر مقارنة بس بحياته اخلاقياته معجزاته تعليمه هي هاي لوحديها بتفوق كل الانبياء اهاني اهاني انه تشبه اي نبي في يسوع المسيح اشتركوا في القناة